اشتركوا في القناة 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 السفارات موجودة لكن كل هاي الأمور والأجهزة الموجودة ما يجدرون يسوقون شي من بقاء سلطة الأحزاب وجود الأحزاب الموجودة بالعراق الآن لما احترامات قوات الأمنية ناس مجرد نقدر نقول عليهم بس ناس يتخاضون قواتمهم ويخلصون كل هاي الأمور الشعب العراقي يشوفها ما كون يحترام الأجهزة الأمنية قوات الأمنية ومحفظات قتل يعني عندنا قتلون راشطين عندنا قتلون محامين عندنا قتلون أشخاص اللي هم يعتمدون عليهم دشاطرة هنا هاي دشاطة دين قتلوا قتلين قتل المواقعين القراقي انشوفوا الأجهزة انشوفوا اللي موجودة هنا لبقاء الصفلية أو ما في اليوم سمعنا جابوا متهب سوف لانتين وتحاكم عليها ومسا القانون مادة نعم نعم انقطع لتصالي يا أبو عمار شكرا جزيلا إليك لانضمامك لنا ببرنامج صوتكم مشاهدين الكرام سعد من الكواتيانة نعم 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 حياك الله يا سعد يا هلا بيك النشمي هلا بيك الغاب أنا حدث أسأل عن خصوص وين دور المرجعية وين دور البرلمان وين دور الحكومة وين دور المرجعية ودور الحكومة بهذا الخصوص للمفلات الأمني وحماية المواطنين وكذلك إنزال أقصى عقوبات لمن يلوث المياه أخسعد أنت تسألني تقول لي وين دور المرجعية وين دور الحكومة وين دور البرلمان بالانفلات الأمني ترى هاي الحالة شفتها اليوم هاي مو أول وحدة هاي صار لها سنين عوائل يعني تتهجر من بيوتها عوائل داي أخذوا منها أتاوات عوائل يعتقلون من أولادهم بدون حق بدون أمر قضائي وراها يختفون ويصورون داخل ملف الاختفاء القسري ناشطين يختفون ومحدين دلهم واليوم عدنا قضية عن ناشط مختفي صار من الـ 2020 لحد هاي اللحظة فهي مو جديدة يعني فأنت من تقول لي وين دورهم يعني اش راح يجاوبك فأنا حديثة أوضح أن أيضا الأتاوات هذه لا يجوز مخالفة للدستور والقانون يا أستادي وكذلك أيضا يا أستادي يعني لازم يستمق حياة المواطنين والأبرياء والسجناء يعني والقص والمعتقلين يا أستادي شكرا 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 إليك أخ سعد حياك الله ببرنامج صوتكم مشاهدين الكرام الدور رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر منتسب بالقوات الحكومية هو يشهر سلاحها وراء مشادة كلامية ويا مواطنين دول المواطنين كانوا يشاركون بتشريع جنازة بقضاء الهندية بمحافظة كربلا وضمن مقطع الفيديو المتداول لقطات للمنتسب لحظة إشهارة للسلاح ويا صراخ النساء للحقول دون حدوث عراق وراء ما أشهر سلاحها ومنعهم من العبور شرطة كربلا من جانبه وكالعادة نفت وجود أي اعتداء من قبل المنتسب وقالت إنه هو كان يدافع عن نفسه ورمطاولوا عليه وحاولوا يستيلون على سلاحه ويأخذوه من عنده من قبل مجموعة كبيرة من الأشخاص وبينت الشرطة إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة دعوة قضائية ضد الأشخاص اللي صارتوا ياهم المشادة الكلامية شد 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 الناس وراء ما شافت هذا المقطع ايضا علقوا عليه واختارينا لكم بعض التعليقات من منصة فيسبوك اول تعليق موجود يانا من ابو نوارضي السعدي مع كل الاسف اغلب منتسبي سيطرات المحافظات ما عدهم اسلوب وما يحترمون المواطن اما عبدالصمد الشمر يقول سابقا كان العسكري ياخذ التحية للجنازة عندما كان لدينا قانون وابو فاطمة يقول لا لعنده جنازة محترمية ولا لعنده مريض المفروض يرعون مشاعر لعنده مصيبة اما طم طم تقول استهتار طبعا ماكو دولة تحكمهم حسبنا الله ونعمة الوكي مشاهدين الكرام المشكلة اللي موجودة بهذا الفيديو اللي شفناه قبل شوية هي اولا عدم احترام المنتسب لجنازة رايحة الى مثواها الاخير النقطة الثانية النقطة الثانية اللي موجودين ايضا همين يتحملون جزء من اللي داي صير كله فأتوا اذا ريد ان باوع الحالة هنانا هو ماكو احترام للقانون بشكل عام هاي رقم واحد رقم اثنيا ماكو احترام للناس اللي موجودين بالسيطرة ابو علي من كربلا حياك الله السلام عليكم عليكم السلام علي علاوي من كربلا حياك الله علاوي عليكم السلام نعم السلام عليكم عليكم السلام اخويا اه اقف الو مدى اسمع يبدو ان انقطع الاتصال ويا الاخ علي شكرا جزيلا لانضمامك النا اخويا العزيز واتمنى اذا عندك شي ترجع اه بخصوص الحلقة اه الموضوع ما بي انه احترام الناس واجب اضافة الى ذلك احترام الناس للقانون همين واجب فاذا شوف هذا المقطع الطرفين يتحملون المسئولية ننتقل مشاهدين الكرام الى ملف ازمة الجفاء اللي ضرب مساحة شبيرة من عراقنا الحبيب هاي الازمة اللي اللي تأز على قلب كل عراقي بلاد الرافدين بلاد ما بين النهرين بلاد دجلة والفرات اليوم داي ضربها جفاف بسبب انه اكو بلد جار هذا البلد داي تخي السياسات خاطئة باتجاهها باتجاهها ايضا حصص المائية مقطع مصور تناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي اظهر الجفاف اللي بيضرب المسطح المائي ام النعاج وسط هور الحويزة في محافظة ديقار نتيجة قلة الامطار وقطع مياه الانهار من قبل ايران واهمال الحكومات المتعاقبة للاهوار من عام 2003 وحت هاي اللحظة والناس والمراقبين والمهتمين بهذا الموضوع كلها خايفة لانه بسبب جفاف الاهوار راح يخرجوها من لائحة التراث العالمي لليونسكو خلونا نتابع طبعا احنا دعين ببرقة من النعاج تقريبا بوسطها بوسط البرقة اصبع صحراء قاحل سل ما تشوف كان من المستحيل يوصل الجاموس الي هاي البوقع على الان كانت العمق مع المياه ستة متر وما رات يوصل الاكثر هس اصبحت صحراء ما نقدر نقول شي بس حسبنا الله هو النعمة الوكيد دائما احنا مو من اولويات صحراء اصحاب القرار ما تشوفها تشان النهر انتهى هاي هاي جاموس يقطع اقل شي خمسة كيلو متر حتى يوصل للنهر اللي هو باقي بي مئة آسنة غير صحيح للاستخدام البشري ويشرب منه مشاهدين الكرام الاهوار هي منطقة بالعراق بها مسطحات مائية مدرجة على لائحة اليونسكو الاهوار كان يعتمدون سكانها على شغل تيم بي بالاساس اللي هي الاسماك وتربية المواشي خصوصا القطعان الجاموس مثل ما قال لكم هنانا هذا المسطح المكان اللي هم بيه هم في منتصف المسطح اللي كان من المفترض ان ارتفاع او عمق الماء باكثر من ست امتار بحيث انه قطعان الجاموس والناس متقدر توصله ويقول لك انا هسا داءت مشى به لانه صاير صحراء بنفس الموضوع نبقى لقينا مقطع مصور لاحد الزوار العراقين هو يوجه رسالة الى الزوار الايرانيين ويطلب منهم انه ينقلون هاي الرسالة الى حكومتهم حمل الزائر بيها النظام الايراني مسؤولية الجفاف ومترتب عليه من اثار بالعراق بسبب السياسات العدائية وتغيير مجرى الانهار وقطع المياه عن العراق خلونا نستمع لهاي الرسالة اللي كانت بمثابة صرخة رافضة لسياسات النظام الايراني وعدوان السافر على العراق بملف المياه بس عد رسالة اريدكم وتوسطون هالحكوماتكم ايو والله زرعنا يبس زرعنا زرعنا لقاء مالتنا يبست والانهر مالتنا جفت ايو والله النهر الماء جف والزرع جف قولوا الاسياتكم ليش قاطعين الماء على العراق قلو لهم الشعب العراق محتاج ماء افتحوا الماء على الجنوب الزرع مالنا جف فارضنا جفت اخواننا الايرانيين هاي رسالة وصوها الحكوماتكم العراق القطع عليها الماء احنا خدامكم وخدام الشعوبكم هنبيكم ولم فنبيكم ايو والله بس هاي الرسالة قلو لهم العراق سيبقى العراق سيبقى العراق سيدة الدول وسيبقى العراق وشعب العراق كريم الشعوب ماي ما عدنا ماي اخواننا الايرانيين وسط رسالة اخواننا اعزبكم كلهم منعلاق بحتاج ماي محتاج ماي محتاج ماي وعمال هاي الرسالة اللي وجهها احد ازوار العراقين الى الايرانيين وطلب من عدهم ان ينقلوها الى حكوماتهم ام وسامة من الطارمية حياة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم الابيت يوم والله ايه انا موز المساجين يعني تعبنا من عدهم نعم السلام اشانك خالص اشان صحتك هلا بيت يوم اتي تبديلت يعني مع تقاليل المساجين نعم ايه تعبنا يعني يريد ان اعبوا من عدهم اشلى مكسيد يعني صحيح تقولنا تعبنا تعبنا من عدهم ولد ماذا يسبحون الاخبار تجينا شو نجانبهم هذولي نعم هذولنا حيل بيهم شوكتي طلعوهم مكافعات شوكتي قعدون حكومة يعني ملت انتفنا من عدهم ملت والله قلت حكومة نفس الشحة على نفسها هذا متعارك ذاكا متعارك يعني مكافعات هاي السنة خلطت وما قاعدوا على الكراسي شوكتي قعدون ايه تعبون علينا هما فيها هما هذا الكاظ نعم نعم شو نتسووونا يعني اذونا بشي كده بشي كده اذونا نعم شوكت نقلص من عدهم الله يخلصنا من عدهم ولدنا كتالة ملعطة كتالة ملجوع تعبوا تعبوا نعم تعبنا من وراهم من الله لا ينطيني حكومة ساعة السودة من شبناهم كان يوم اسود يوم اسود يوم قاعدوا على الكراسي بدأ يتعاركوا النار على النار كل عن يوم نعم 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 كل شيء ما يسوي كل ما اجز عليه يقول لي ما موجود ما موجود ما موجود يعمل ليش ما موجود ايوان هذا المقروض لان كل شيء ما عنده والله خالق لو عنده شيء يطبق خذ كله نعم بس والله ما اعدهم شيء والله كلهم ابرياء بالسجون نعم كل الابرياء بالسجون تعبنا والله خالق يعني شنزان ابناء انا لمهات انا ملتها في الساة ساعة نسوب والله في العيشة هاية نعم نعم اطرف ما اكو يعني زيارة كل اربع تفاع 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 والله يا الحديث قلبي مثل النار على ابني مثل النار قلبي ربي طم قلبي لا حول ولا قوة ربي طم قلبي والله حتى مخابرة ما اكو ايش قصار لمعتقل ابني امي والله يبصار لخمس سنوات والله على الجلدين نعم احش بو وميز هو يا غافل لك الله والله العظيم ما عنده تندلي وين لو لا منك تلقى بالناصرية 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 وليش صار يعني فترة ما عندكم مخابرة هو يعني شكرا لنبطط المواليد 96 بعض الوروز نبوم نعم يعني بعد ما صحين هو يتيم هو صغير ونتجتم لا حول ولا قوة نعم 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 رحم الله وعلي رحم الله وشبب وشا ربي الله يعيني يا ربي ويعين يعني مواليد 96 صغير بعد بداية حياته مفروض هذا الشاب السدعي بدي يفكر شون يكون نفسه ويكون أسره ويفرح قلب والدته بالمستقبل بحفظ هي تقول لك صار لخمس سنين ما عرف عنه كل شي أندل وين بس ما قدر أحتي وأندل وين بس ما قدر أشوف ربي طم من قلب شاء الله أم وسام هاي رسالة من أم وسام واعتبروها رسالة من أم كل معتقل موجود بالعراق اليوم إلى وزارة العدل إلى مصطفى الكاظمي إلى أي واحد بل كتتجابوهم أبو سمية من الأنبار حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سيد الكريم ذكرتم حادثة الشاب في مدينة أبغريب الذي شاب زيد عصام الخزرجي الخزعلي عفوا أتته أتته إطلاقة طائشة من تكريبات القطاعات العسكرية التي قريبة من المدينة نعم أخي قبل كل شيء للأسف أرواح هذا الشعب رخيصة أمام الحكومة نعم ومدينة أبغريب ستتعامل معها قوات الجيش التي ستتغلغل فيها الكثير من الأسرات الطاعتية في قطاعات الجيش في هذه المدينة نعم فأرواحهم رخيصة فهذه قطاعات الجيش عرفت ولا زالت تعرف لأنها تتعامل بطاعتية وانتقائية مع هذه المدينة نعم أما هذه الحكومة الغاشلة التي تتوالى منها أحداث انتهاك حريات الإنسان نعم وسرامته وحياته يوما بعد يوم نتأكب وحدا لهذه الانتهاكات وهذا الافتدال وهذا وهذه الافتدالة في أرواح الناس نعم الذي يأتي من الحكم وهدفه عدالة المجتمع وهدفه رفاهية المجتمع ويحسب حسابا لأرواح الناس فراه يتألم ويقيم الدنيا ولا يبعدها إذا فقد أحد أفراد الشعب أما بالنسبة لهذه الحكومة فللأسف أسف منافسة على الكراسي ومنافسة على التروات ونهف الأموال فإن المسلسلة سوف يستمر ولا حتى له لأنها حكومة فاشلة ولا حتى لهذه الانتهاكات حتى تتبتل هذه الحكومة وشكرا للبرنامج شكرا شكرا إليك أبو سمية بالنسبة ما يخص الجفاف ورسالة الزائر في التسجيل إلى الإيرانيين وطلب نقل رسالة إلى الحكومات هناك العالم علقت على هذا الموضوع وانتقينا لكم أربعة تعليقات من منصة فيسبوك أسعد يقول بسبب الأراذل الموجودين بالحكومة الحالية جعلت كل الدول تتكالب علينا أما أحمد عراق يقول إيران قطعت المياه وحتى غيرت مجرى الأنهار التي تصب بالعراق أبو أحمد الدليامي يقول ثمان سنوات قتال والمياه تسير بصورة مستمرة للعراق أي دولة لا تستطيع قطع المياه عن العراق كان العراق دولة لها وزن أما أمحمد علي يقول خلي ذيو الإيران يرتاحون منكم الله أنتم سبب منكم الله أنتم سبب دمار العراق إذن كان هذا الموضوع الثالث اللي هو الجفاف اللي ضرب الأهوار وخصوصا مسطح مائب هور الحويزة في محافظة دقار والرسالة اللي نقلت إلى الزوار الإيراني وطلبهم اللي صور الفيديو أو الرسالة أنه ينقلوها إلى الإيراني ملف الصحة مشاهدين الإيراق وما أدراكم شنو من مصايب به إش قد نحكي والعالم جاي توثق المستشفيات الحكومية من مجموعة من المشاكل بسبب عدم اكتراث الطواقم الطبية عدم جديتهم بالتعامل ويالحالات اللي تجيهم إضافة إلى تركهم للدوام وانشغالهم بأمور ثانية أبو محمد من صلاح الدين حياك الله السلام عليكم حياك الله تحيي ودهم أنا عندي مسجون في مسجن الكثب بل حلة عندك مسجون شنو طيب نعم 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 وقضايا بخير بسمحها جعدي سابعة نعم يعني أنا المهجون عندي يعني السجين مظلوم نعم السهمة كهيدية منسبب الحقود والبغضاء نعم فأصل على هذا الحج يعني المتداول في خاصة نفسك يعني منصلاح به يعني إذا الآن نظف عليك أو شي يرح أشبك عليك أنشغل أرهاب نعم فأتمنى أن تطرح هذا شي نعم شكرا 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 لك قضية ملف الصحة مثل ما قلنا أنه عدم اتراث التواقع الطبية وعدم جديتهم بالتعامل ويالحالات التي تجيهم وتركهم للدوام وانشغالهم بأمور ثانية مثل ما يقول المراجعين مثلا بالبصرة جنوب العراق بدل من الأطباء رصد مواطن بصري حالة جديدة في مستشفيات العراق خصوصا مستشفى الموانئ اللي دا تشوفوها ورايا هسا قطط تسرح وتمرح بالمستشفى بوسط المحافظة بعد حاجة لتقديم العون للمريض المرافق له السنة الآن في مستشفى الموانئ هل ما مقدم ولا واحد شوف بوسي البزازين صعدة صفوق يفتغل ماتجهاز 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 يعرفون اللي موجودين بالمسافون اللي المفروض يشتغلون بهالي المستشفى أنه ممنوع تدخل أي حيوان المستشفى اللي لازم تبقى المواد والأجهزة معاقمة لأنه أكو احتمالية أنه الحيوانات القطاط حتى لو كانت حيوان أليف تنقل ميكروبات وجراثيم من الخارج إلى الداخل نبقى بالبصرة ونروح الغير مستشفى تحديدا مستشفى الفيحاء وأحد المواطنين أكد ترك شاب اتعرض إلى حادث دهس يعني انداز بالسيارة أو اندعم تركه لي أكثر من ثلاث ساعات من دون طبيب من دون أي علاج من دون انتخاذ أي إجراء على الرغم من سوء حالة الصحية وتدهور حالة الصحية بمشهد يبين لكم حجم الإهمال المستشري بالقطاع الصحي والمستشفى الحكومية خلونا نشوف الفيحاء من التسعة لحد الوحد ونص لها دكتورة اجت ولا هاي بس أول ما شافوا الحالة وانه بس قاعدين هناك مكاظات التليفونات وجاية تراسلين هاي الدكتورة شهد ما ترسمونها زينة زينة الدكتور بالمستشفى ما الفيحاء هاي شوف هاي الشباب جاي يخلوا لها واسقنا هذا وشوف هذا المغذي مثل ما تشوفون يعني الطبيب تارك المريض وعايف في الحالة ممرضات أو ممرضين ما موجودين أهل المريض أو أصدقاء هم اللي قاعدين داي سهرون علي حتى يطول علاج أو ما دايطوا علاج يعني دايطوا هواس ناعم بجهاز قديم جدا لأنها سأكون أجهزة جديدة المفروض دخلت بالعراق بالألفين واثنين وعشرين بحجم الميزانيات الانفجارية الوزارة الصحة من المفروض أنه أكو أجهزة أبو أحمد من بريطانيا حياك الله يا أبو أحمد الله محييك تحية لك يا ساد حياك الله أخويا العزيز وإلى أصدقائكم الوطنية أنا أتي رحمة أول شي رحمة على شهداء العراق ثانيا دعوة لكل المغيبين قصرا وضرما في سجون العراق وثالثا تحية لكل الأحرار أدى من جاء مع الاحتلال هاي أولا ثانيا سأتأخل مسألة الرمي أنا أذكر شنة في معسكرات في المعسكرات أنا أكثر من معسكر كليس في جمال نعم أذكر يحطون أعلام حمر أعلام للعالم أنه ترى اليوم أكو رمي هاي رقم واحد ثانيا مدى الرمي مدى الرمي هو عبارة عن مسافة بعيدة جدا وكيلومترات لا يوجد وراءها شيء مثل بادي صفاح مثل عيشي أذكر مركز تدريب النجب أذكر مركز تدريب النمسيب أذكر مركز تدريب جسر أنه إحنا بنتطلب أنه إيران ليس أدى الماء وتركيا ليس أدى الماء أخي والله أنا عندي خريقة مانمسح الجيولوجي وفنت الكاث ماني أربعة وثماني بيها كل مقالة العراق المواد الأولية وبيها كل آبار العراق الموسط العراق طافي على ماء ونبو نعم بس الريد ناس يشتغل في وزارة الموارد المائية أنا سأكلب بإيران وأكلب بتركيا وأكلب بغا والله عدنا ماء في كل مكان والله عدنا ماء في كل مكان ها سحراء الأنبار والله كلها ماء المناطق الأخرى بس أبو أحمد أبو أحمد هذا ما يمنع أنه أنه العراق عنده حصص مائية الزعبان طبعا لا طبعا يعني أوكي العراق عنده 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 مسطحات مائية جوفية داخل تحت تربة العراق ما استغلوها أوكي لكنه هذه المستغلوها نفكر بيها واللي موجود فوق اللي هو حقنا ينقطع عنه هذا الممقبول لا متفقين إحنا متفقين ما عدنا خلاف بهذا إنه هاي اتفاقات دولية هاي لك هاي إليها متفقين علي بس أنا أقصد إنه إذا جارك سان مخد شهر تضغب عليك بحي شهر خالي ما أقصد أنتظر يعني هم أدور فد بديل ويبتدني أنه الناس الموجودين الآن هم مو دولة مجانين بريدون يشتغلون له جايد يشتغل طيب أولا هذا الشرطي بس خليه وصل لك هذا الشرطي مش هالمسدس يعتبر نفسه هو الضولة هذا الشرطي ذات مني حاسم أنا أتذكر بديوم واحد من الفيطرات بطنة لي قدام قدت له معقولة أنا أتذكر العسكري دائما يكون بطنة مسحية فطرية تم تعسيس كل شيء على أساس خراب وعلى أساس نعم شكرا شكرا لك أبو أحمد انتصار من بغداد حياة الله أهلون السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلوني بل أزح معيك أي نعم 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 إذا أكت لك في أثنين ي говорю نعم 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 وهي صار 18 يوم من يوم اثنين بشهر كانت الموازن يعني ليه شيء يكثر يعني فوق ما هم سجناء وحاكيهم نا نا هو ماكو مايبارد قاعدين بالظيم قاعدين لا هوا بي خير لا هوا بي خير كل شي ماكو نا نا sir نحن سجون القرق الله اشكرا نا نشكرا оружيك اخني تصار يعني قالت كل ما قالت يشوفي برة وسجون العالم والوطن العربي كنت ش shirts يعني وصلت إلى درجة تقول أنا أتمنى يوفرون شيء لابني داخل السجن علم أنه تسعين بالمئة وأكثر من المعتقدين داخل السجون هم أبرياء يعني وصلت إلى حالة تقول أنا ما رد أشوفوا ابني بس وفروا لشيء على مدير تاح جوه ما لأسف كريم من كربلاء حياك الله كريم كريم ما موجود أو ما دايس ماني أتمنى يرجع لنا إذا عنده شيء بخصوص الحلقة بالنسبة إلى ترك المرضى والسهدار الكوادر الطبية بحالات المرضى الناس علقت على هذا الموضوع وجبنا لكم أربعة تعليقات من منصة فيسبوك أيضا محمد عبداللطيف الحميد يقول مستشفيات البصرة تعبانة كلش خاصة الفيحاء والتعليمي أما محمد مسؤولية الغراوي يقول أين مدير المستشفى أين رئاسة صحة البصرة أين الشرفاء أما علي كريم يقول مستشفيات العراق مكان لا إنسانية لا رحمة لا مساعدة عبالك جايب الكوادر صخرة لو كل المرضى الراقدين يموتون ميهمهم قلوبهم ميتة طبعا مو الكل نائل علي يقول بلد منتهم نطول للأرض ماكو إنسانية بعد إذا مشاهدين الكرام كانت هاي التعليقات بخصوص ما يحصل في مستشفيات البصرة تحديدا في المستشفى الموانئ والبصرة مواضعنا كانت بالترتيب أول موضوع ويانا اللي هو عائلة ده تطلب يعني تدخل السريع بسبب أنه أكو واحد عنده مشكلة وواحد يقربهم هما ما لهم علاقة بها المشكلة إجهاء جنبيتهم وضربهم طلقات وهددهم بالتصفية إذا ما يجي ذاكه الملف الفيديو الثاني بيه كان وفاة شابه بسبب ميدان رمي وأبو أحمد من بريطانيا ذكرني بشغلة أردس السؤال مدرسة المدفعية بالمحاول إذا أرادوا يدربون وضربوا قذيفة شمبيت راح يوقع على الحالة لو كانت بها الصورة المهم الملف الثاني اللي هو منتسب يشهر السلاح بوجه مواطنين بيشيعون جنازة بمحافظة كربلة الملف الثالث اللي هو جفاف مسطح مائب هور الحوازة بمحافظة ديقار ورسالة من زائر إلى الإيرانيين ويطلب من عندهم ينقلون الرسالة لحكوماتهم بخصوص المي اللي قطعوا عن العراق والملف الرابع اللي هو ما شاء الله قطة تسرح بالمستشفيات ومستشفى المواني بمحافظة البصرة وأيضا ترك حالة حريجة لمدة أكثر من ثلاث ساعات وماكو أي علاج من قبل كوادر الطبيعي مشاهدين الكرام أنت تراهي فقرة أو خدمة توفرها قناة رافضين لمشاهديها حتى تنقل ما توثق من أشياء وأيضا رسائلها اللي عندنا هنا مناشدة من عائلة مهجرة من عائلات مهجرة من محافظة النجف إلى محافظة بابل ناجدوا الحكومة الحالية بالتدخل السريع ورما تهموهم بجريمة قتل وأكدوا أن جهات داهمت منازلهم وأطلقت النار عليهم ما تسبب بوفاة سيدة مسنة ورجعوا وأكدوا أنهم أبرياء من هذه التهمة وأكو جهات متنفذة ظللت القضية وغيرت مسار التحقيق بها فلذلك ناجدوا الحكومة رئيسي وزراء الحالي أي شخص حتى ينظر بقضيتهم ويفتح تحقيق بوفاة والدتهم خلونا نشوف تسجيلهم على استناد إحنا قاتلين إحنا لا قاتلين ولا شايفين ولا نعلم والآن مستعدين للحضور إذا تلقى للدعوة الدعاوي دعوة والدتنا ودعوة المختول لأي محافظة من المحافظات المستعدين للحضور والمثول أمام القانون هناك 17 شخص اشتكوا عليهم يأخذوا يضربوا ويأذوا وأحد اللي يدخلوهم بالمكافحة وكفن كلات أثنين والآن طلعوا يعالج جمعها للي يموت فهم إلهم يد بالدولة بيقولون إحنا دولة بيقولون إحنا ضباط فمن شرده ولدنا شرده خوف يعني خوفا ما عندهم شي لأن يجرمون وياهم يقولون إحنا إذا لقيناهم أو كمشناهم نتمثل بيهم تمثيل إحنا الدولة إحنا الحكومة إحنا كله فمن شرده نالله إحنا نساء وحدنا وقمنا ويانا مرة كبيرة قاعدة ويانا لامتنا ولامت جهال تجينا الاستخبارات وتجينا الأمن تفتش على موت هم إحنا متعودين يجونا بالليل بالنهار يفتشون ويطلعون فتشوا الغرفة مالتها بيها بوفية لقوا باب مقفول قالوا هذا الباب ليش مقفول نبت عليهم هي قاتلهم إي يا بيبي هذا المفتاح قطينا قطتهم المفتاح قاعدة تفتح مرتي ابنها قاعدة تفتح فهو واحد وجه عليها اللايت وواحد قتلها ترجمة نانسي قنقر اذا مشاهدين الكرام كانت هذه مراسلة عائلة نازحة من محافظتها إلى محافظة ثانية تهمهم جريمة قتل وان قتلت والدتهم بسبب هاي التهمة اللي أكدوا أنه هم بريئين من عداء وأنه أكو ناس ضللت سير العدالة بالقضية وصار اللي صار القضية وما بيها أنه المشكلة اللي موجودة هنانا هي موجديدة أكو هوايا قضايا صارت نفسها القضية وكو هوايا ناس راحت بالرجلين بسبب أنه أكو واحد لعب بالتحقيق أو أكو واحد غير بالمعلومات أو أكو واحد شهد زور المشكلة اليوم عدنا مخبر سري عدنا قاضي مسيس عدنا قضاء قضاء مسيس من راس الساسه فالأساس اللي موجود أدنا غلط اللي دي يصير بهذا فأحنا الحل وين يمقم بالنسبة إلى الهاشتاغ سجاد ستار العراقي ناشط مدني من الناصرية من عائلة بسيطة ساهم بكشف الكثير من الفساد اللي دي يصير بالعراق اختطف بتاريخ 19 تسعة الفين وعشرين ورمان صاب لما انشانوا يناشط حج باسم بجروح متفاوتة وغيب هو تم الكشف عن العجلة اللي أخذته وعن اثنين من المنفذين لعملية الخطف لكن ما تم القاء القبض عليهم إلى الآن ولم يعد سجاد حتى هاي اللحظة مدونون تسألوا عن مصيره على وسم سجاد العراقي وين خلونا نستعرض سوى شوية أو عدد من هاي التغريدات على منصة تويتر وأول تغريدة ويانا من علي المدني سنتان يا سجادنا ونحن ننادي سجاد العراقي وين ولم نتلقى إجابة حتى وصلت إلى قناعة أن أشباهنا أما مقتول أو مغيب قسرا أو مبعد أو مطارد أو مسجون بتهم كيدية أو يتعرض لحملات تشويه وتسقيط هذا ببساطة مصير الأحرار في بلد الحرية أما التغريدة الثانية من علي الكراري يقول في الذكرى السنوية الثانية لاختطافة من سجاد العراقي؟ يعتبر سجاد ستار العراقي فردا من مجموعة بدأت فعاليات التظاهر المدني في الناصرية منذ عام 2011 واشترك في كل المظاهرات التي أسس لها مع مجموعته طوال تلك الفترة اختطف بتاريخ تساط عشر تسعة الفين وعشرين ولم يعد حتى الآن هاشتاك سجاد العراقي وين ثالث تغريدة ويانا من العبيدية في حكومات العراق الجميع صرخ بالعدالة ولم يقم أحد بالعمل بها مصير المغيبين مجهولون إلى الآن فشلت الحكومة من تحريرهم ولا تزال أسلحة الأحزاب موجهة نحو كل من ينطق الحق هاشتاك سجاد العراقي وين أما عمر الجنابي يقول علي تشاسب فرج البدري جلال الشحماني محمد الزعاق سجاد العراقي وغيرهم العشرات كل هؤلاء الأشخاص مختفين قصريا بعدما اعترضوا على نظام الفساد هاشتاك سجاد العراقي وين هذول الناشطين وأكويهم العشرات من الناشطين اللي لحد هاي اللحظة ما حد يدر بيهم وين كانت هاي أبرز التغريدات الموجودة ويانا مشاهدين الكرام مشاكل العراق هي مو بس فوضى أمنية مو بس أكون منتسبة بشهر السلاحة مو أول حالة صير بالعراق أيضا مشاكل العراق مو بس المي ومشاكل العراق أيضا مو بس الأهمال اللي لديه صير بالمستشفيات العراقية مشاكل العراق وهواية لكن مشاكل العراق حتى تنحل محتاجة هذا صوتكم مشاكل العراق متنحله أنت كل العالم دا تتتشور تقول مشاكل العراق بيها بلاوي كل العالم يده تتشو دا تقول أنحمحنا عندنا جفاف ادنا سوء تربية السوء تعليم عفوان عندنا سوء إدارة عندنا سوء b Password بيلي داي صير داخل الوزارات أن سوء بلدي صير داخل المستشفيات أدنا سوء اللي داي صير داخل المصارف سهدなんة سارقة عندنا فساد أدنا رشاوي عادنا أتاهوت أدنا ناس ما تستحق قاعدها بمناصب ما تستحقها أصلا وعدنا ناس تستحق أنه تقعد بهاي المناصب لكن مهمشين ودي يشتغلون بشغلات هما أبعد ما يكون عنها معلمين ما يعرفون يعلمون بالبلد وعدنا بلاوي بالتعليم والناس دي شوف اللي دي يصير بالتعليم لكن كل اللي دي يصير بالعراق محتاج شغلة واحدة بس محتاج الشعب أنه ينهض ويقول لها صوته فبرنامج صوتكم رسالته لكم أنه حتى تحلون هاي المشاكل استخدموا صوتكم أكثر وأكثر نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدين بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باشا بن الله في أمان الله اشتركوا في القناة